الحمد لله وكفى وسلامنا على بعديل الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبه والأمين المصطفى وصحبته الكرام والبيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نبدأ بكتاب الله جل في علاء وأي درس سنبدأ به نصدر الباب بكلام الله جل في علاء إلا إذا يعني استعص علينا الأمر أو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا اصلنا إلى قول الله جل في علاء في هذه الصورة الجليلة الصورة العظيمة صورة الإسراء طال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى في القرآن واجبه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والتهجد لأن نبي صلى الله عليه وسلم هو نافلة لأن النبي الله دل في علاء قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمه وأيضا قلنا بأن هذا فيه دلالة على شرف العبادة من الليل فالليل فيه استكينة وفيه الخلوة بالله دل في علاء فيه أن الناس جميعا على على ما جبلهم الله دل في علاء واجعلنا الليل لباسا يعجب ربكم من رجل يخرج عن ذلك إذا عجب الله دل في علاء من الخروج على النظائر فيقوم الرجل خاليا بربه في الليل يستغفر يدعو يتضرع يتلو يقرأ يكون بينه وبين ربه أحوال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ القسطة من الليل بينه ومن ربه هو كان يقول إني أحب أن أصلي وناجي ربه وهي تقول إني أحب أن أسامرك عائشة رضي الله عنها وأرضاه وتقول أحب حديثك وهو يبين ويقول وإني أحب أن أكون عند ربه أو مع ربه أو يقول أحب أن أصلي يعني يكون بينه وبين الله جل في علا في هذه الأوقات العلاقة التي التي هي أرقى أرقى ما تكون بين العبد وبين ربه سبحانه جل جل في علا لذلك قال جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولذلك كان الصحابة الكرام يأخذون من الليل مأخذا كما كان عثمان رضي الله عنه أرضاه يقوم الليل كله في ركعة واحدة فيقرأ القرآن بأسر باركة ليست بعدها باركة ومن صدق الله صدقه الله ده لفعلها هذه أمور خصوصيات أو قل ليست خاصة على أنه تكون خاصة بأحد لا أقصد هذه هذه خاصة بفضل الله ده لفعلها يخص بها من يشاء يعني هذا الفضائل تخص فهذا يخص به الله من يشاء يعني في ركعة واحدة يختم القرآن في هيلة واحدة هذا أمر يعني لا يتصوره أحد إلا من بارك الله له في وقته وبارك الله في الله في عمله وكان الأمر أيصر ما يكون يعني أشهى من الماء البارد عنده وأيصر ما يكون سحبا وأيصر ما يكون عملا فقال الله ده لفعلها من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحظل الآخرة ورحمة ربه وأيضا قد قال الله تعاقل هل يستوي الذين أعلمون والذين لا أعلمون وهذه دلالة أيضا على فضل العلم والعلماء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود فيها أمران الأمر الأول قلنا عسى كما قال ابن عباس كل عسى في القرآن واجبة وإلا فالله جل وعلا بيده كل شيء وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود وقال ربك فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه أولا التشريف كما قلنا الإضافة والإضافة مرت علينا أكثر في أكثر من موضع تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الموضع الآخر موضع التشريف قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود والمقام المحمود هذا التشريف الآخر الذي يحمده عليه جميع الخلاق وقلنا وفصلنا أمس بأنها على أكثر من تأويل وكلها حق والحق الظاهر في ذلك المقام المحمود هو مقام الشفعة لأن الجميع عندما يدهم الخطب ويشتد الكرب يذهبون يتوسلون بكل نبي أو يستشفعون بكل نبي من الأنبياء يبدأون بأبي الأنبياء أو يبدأون بأبي البشر آدم وإلى مرورا على نوح إبراهيم موسى عيسى حتى تصل إلى النبي السلام ويقول أنا لها أنا لها ويزد تحت العرش ولكرامته على ربه يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع كرامة ليست بعدها كرامة ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيد لواء الحمد لما قال في الأذان أن يقول الله رب هذه دعوة تأم وصلاة القائمة قال هذه منزلة لا تنبغي لأحد إلا لي وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء سبحانه جل جل في علا الغرض المقصود هنا نرى بأن الله جل في علا قال عسى ربك وهذه واجبة عسى ربك يبعثك مقاما محمودا ومقام الشفعة والشفعة خاصة بنبينا الله جل في علا أيضا أراد إظهار كرامة النبي عليه فجعل له شفاعات خاصة لا يدانيه لا يساميه لا يساويه أحد قط في هذه المنزلة فجعل له الشفاعة شفاعة الموقف والجميع ينقبض عنه ويقول نفسي 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 اذهبوا يقول نوح عليه السلام آدم طبعا ذكر الأكل من الشجرة ثم قال يذهبوا إلى نوح أول رسول هو أول رسول للأرض لا للأرض فيقول نفسي نفسي سألت ربي سؤالا لا ينبغي لي اذهبوا إلى إبراهيم وأبراهيم هو أبو الأنبياء هو خليل الرحمن يقول نفسي نفسي كذبت في جنب الله سألت كذبات اذهبوا إلى موسى وأكريموا الله فيذهبون إلى موسى فموسى يقول نفسي نفسي إني قتلت نفسها لم يكن لي أن أقتلها ثم يقول اذهبوا إلى عيسى روح الله فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي في رؤية الصحي astronomical رواية السنن ذكر ذنبا ثم قال لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم ذنبي وما تأخ فيقول أنا لها أنا لها فهذه لا تكون لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الشفاعة للكافر محرمة وغير مقبولة مردودة إبراهيم عليه السلام كان قد وعد أباه ولذلك قال الله العالم معتزر الإبراهيم إلا عن عدة وعده إياه فلما تبان له أنه عدو لله تبرأ منه لما أراد أن يشفع له يعني مستل له كضبع فيه شيء من النجاسات حتى ازدراه فألقي به في نار جهنم وتبرأ منه إبراهيم عليه السلام لكن قبلت الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم والله حكيم علي هم أنفسهم قالوا فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين النبي قال له العباس رضي الله عنه وضعه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك كان يحوتك ينصرك يعضدك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار قال فهو في ضحضاح من نار وفي رواة ليلبسن عليني من نار أو في جمر يغلي بهما دماغه يحسب أنه أشد الناس عذابا فهذا أيضا لا يشارك أحد فيها والثالثة المهمة جدا أهل الجنة إذا علموا واسترموا كتابهم بأيمانهم وعلموا أنهم وعلموا أنهم من أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يأتي فيستشفع أو يدق الباب فيقول الملك من فيقول محمد يقول بك أمرت يعني لا بغيرك بك أمرت لا بغيرك ثم يشتركون معه في شفعات ثلاثة بعدها قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل يا محمد أمر من الله جعل في علا وقل رب أدخلني مدخل صدقني وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا أي أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت هذه الآية فكأنه تمنى أن يكون المدخل في المدينة مدخل صدق وقد أسس عليه الدولة الإسلامية وأيضا مخرج صدق أنه خرج من مكة من أجل أن يؤسس الدولة الإسلامية ليرجع إليها فاتحا بأبي هو وأمه عليكم السلامة وبركاته عليكم السلامة وبركاته فاتكم ما فاتكم غفر الله لكم والثاني من التأويلات أدخلني القبر مدخل صدق يعني أمتني على الإسلام وأدخلني القبر مدخل صدق أي أرى مقعدي من الجنة ولألا فالملكاني أو قعداني كل ميتين فأسألاني فهو يقول وأنا في القبر أدخله مدخل صدق قال وأخرجني يعني أخرجني منه عند الحشر والنشور مخرج صدق أن أهرول إلى ربي للكرامة ولي المقدمة وهذا ورد أيضا عندنا عباس وقيل أدخلني المدينة وأخرجني إلى مكة لفتحها وقد فتح الله عليه عندما قال لقد صادق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وفيها أيضا من التأويلات أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق يعني فخرج منها آمن من المشركين بعدما اتفقت كلمتهم على قتله فلم يقتل وأمنه الله دل فعله ثم راجع إليها فاتحا أدخلني مدخل صدق أي الجنة بجوارك كما قالت عائشة علمت أنه يخير وعلمت أنه ما دام يخير لا يختار إلا الله دل فعله قال اللهم رفيق الأعلى لما الرفيق الأعلى لما الرفيق الأعلى نعم وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة والسادس أدخلني في النبوة والرسالة أخرجني منها مخرج صدق وأيضا جاء في التفسير أدخلني في الإسلام وأخرجني منه أي من أداء ما وجب علي أكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة أدخلني في طاعتك أيضا أخرجني منها سليما غير مقصر أتيت بها على الكمال البشري والحق أن نقول في كل هذا الباب أدخلني مدخل صدق عامة في كل ما أتقدم إليه فأجعله مدخل صدق وكل ما أفر منه فأجعله مخرج صدق واجعلني ممن أدى الأمانة أبلغ الرسالة وبينا أتم البيان حتى يكتمل المقام والبناء وأكون عند ربنا جل في علاه صاحب المنزل العليان وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل بلغت قالوا اللهم فاشهد قالوا اللهم نعم قالوا اللهم فاشهد اللهم فاشهد قال وقل ربي أدخلني شوف هنا إيش قال وقل يا الله لا أقول ربي لماذا أنا أدخل أقول ربي أدخلني مترسط وأخذني مرسط وأجعلني من لدنك سلطان المصير لماذا يا مادد ما تعرف مادد أنا أصور للناس اللي عاديين أنا بيسمعوا مادد بيضحك وأدع ووضع يده على فمه كأنه البنت المكسوفة التي البكرة التي تستحي وبيبتسم المهم هو لو كان لو كان لو كان استحياء يعني كان يعني ما كانش كون الابتسامة عريضة بهذه الطريقة لماذا أستاذ مادد هل أم سوف هنا هذي بقى فهلاوة المكسوفين هو الرجل في أصول دين خلي بالكم يعني شون تعرفوا إيه باختراعات لا تأتي إلا من عنديات هؤلاء هذي بقى فهلاوة المكسوفين قال وقل ربي أدخيل الممود خلصك نعم شوف الملكة بن خابي أذي بقالها تربطشة سنة تحدى المعنى يعني يعني خلاص صارت في الشيخوخة الآن أو لا يا فرعاني شباب هي كانت طفلة صنيرة تعلم علي إن شاء الله يعني يعني الآن هي فتح مدرسة نعم ممكن تفتح مدرسة أكثر من ذا اللي لم أكن أخطأت يعني فراسة أنها هي هي وأعلم أنها هي هي فشوف قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا الحق أن المقام استلزم الربوبية لأن فيها فيها قوة الربوبية هنا وقدرة الله الفعلاء أن يدخله مدخل صدق في العموم عند الدعوة عند البلاغ عند البيان عند 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 ساحة الوغى عند حتى الاحتضار أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قال سلطانا نصيرا فاجعلني سلطان نصير العلماء اختلفوا أيضا في سلطان النصير السيف البطار عند عند ساحة الوغى أو التسلط عليهم كما قال الله جلال فعلاء وحيا للملائكة قال وإذ وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء نعم فهنا تسلط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة مسيرة شهر وقيل سلطانا الحج والبيان وهذا الحق أن التعميم هو الصحيح التعميم في هذا الباب هو الصحيح الحج والبيان وهذه أعظم سلطان أعظم سلطان يقف أمامك ينهار يعني أعرف أناس يعادون شخصا يعني هم يريدونه معهم قدر ما يكون ما يكون ولا يستطيعون على ذلك سبيلا لكنهم يعني عندما يقاتلونه مقاتلة شرسة وعندما يقول طولة الشرع موجودة تعالى اجعلوا اجعلوا الشرع يحكم انتهى الأمر خلصة المسألة بأسرها الحكاية برمتها قد انتهت بعد قتال مريب كلمة واحدة تجعل الجميع يردون الى الى طواعدهم سالمين دا ان كانوا سالمين ما فيه الشرع حاكل السلطان البياني والحجة أعظم مما يكون إلا المتغطرس المتكبر على شرع الله دا فعله مثل ذلك لا حيلة فيه لكن والله حتى هذا كان يقول لا أريد أن أسمع منك أدلة بحرم الأحوال ما أريد ما أريد ما أستطيعون سبحان الله يجعل الله جلعال القوة في العلم يعني أجعلها قوة جبارة صراحة ما أحد أستطيع إلى ذلك سبيلا سبحان ربي العظيم هذا هو هذه لغة الأنبياء هذه لغة الأنبياء ما كان معهم قوة لقدراء موسى إيش كان معه هذه قوة الأنبياء عيسى إيش كان معه صالح إيش كان معه لوت إيش كان معه هذا هو واجعلني من لذنك سلطانا نصيرا والحق أن النصر من عند الله جلش علىها كما قال الله جل في أولا وما جعله الله إلا بشرى ولتطنئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه جل جل في أولا قال وقل رب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ الفاضل المغربي بالزاف حي هالا وأهلنا سهلا بكل أهل المغربة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذه من أرجل آياته لله الحمد والمين مهما على الباطل والله لا يعلو إلا ليعلو له الحق فيزهقه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فالحق له سلطان يدمغ الباطل والله له حكم وشؤون كما قلت لكم لا يعلو الباطل إلا ليعلو له الحق فيدمه وقل جاء الحق وهذا كان يقرأ النساء السلام عندما فتح الله عليه مكة وتأطى رأسه وتوضع لله دل في علاه فدخل ما يشير إلى صام إلا ويقع ويكسر ويقول ويقرأ وجاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق الحق راسخ كالجبال لا يضيع لا يضيع كما قلت قد يختفي خلف السحاب لكنه موجود لا يمكن أن ينهار لا يذوب لا يمكن بحامل الأحوال أن يضيع لكنه سيظهر حياكم الله وبياكم أسراتك علمنا عذرك وإن كنا نحترق من أجل غيابك وغياب أمثالك من الأفاضل للأمادد لكن ماذا نفعل ندعو لأفسنا ولكم أن يثبت الله لنا هذا الخير على الرمق الأخير ونحن نستنشق الهواء الذي فيه مماتنا أن نكون في مجلس العلم أو في ساحة الله يرفعنا بها الله أمين يا رب العالمين وقل جاء الحق وزهق الباطل الحق دائما يظهر والحق أبلج والباطل لجلج لا يمكن ينهار الباطل في أسرع ما يكون لكن لابد لصاحب السيف البطار لابد أن تكون يده قوية ولا يرعوي نعم ولا تكون له الرعونة ولا يكون من أهل التقصير في إظهار الحق أبدا وإن ساءت معاملة مع ربه جل في علا وإن قصر فهذا بينه وبين ربه ويقول ربي هذا بيني وبينك وأنت أرحم علي من أمي ومن نفسي ولكن حقق لابد من أدائه ولو كانت الروح قد بلغت الحلق لابد لابد وقل جاء الحق والله سيأتي الحق بل وهو أتى لكنه سيظهر ظهورا بجلاء بجلاء لا يشوش عليه شيء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا ذا يحتمل الباطل لا يحتمل يخر سريعا واختلف العلماء في قول الحق والباطل فالحق هو الإسلام والباطل هو الشرك هذا حق الحق هو الإسلام ولذلك لا دين إلا دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام الحق الإسلام والباطل الشرك وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل الحق هو القرآن طبعا القرآن كله حق والباطل هو الشيطان الشيطان هو الهوى والفلسفة الشيطان هو الهوى والفلسفة وقيل الحق الجهاد والباطل والشرك وقيل الحق عمادة الله العلا والباطل عمادة الأصنام كما قلنا وكل ذلك لا خلاف بينه وبينه والكلمة التي تجمع كل هذا الإسلام الإسلام ذروة سلامه الجهاد هل إسلام عموده الصلاة صحيح أو لا؟ نعم فكل ذلك حق والقرآن والبيان والسنة كله من الحق والهوى والشيطان والتقليد كله من الشيطان لكن التقليد طبعا فيه مذبة فيه مذمة وفيه براءة ساح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أسأل الله على أن تكون الفردوس غايتنا جميعا لا سيامة أن المنهر السديد منهر السلفية هذا منهر السديد لكن عليه تعقيد السلفية ليست أشخاصا لأن في كثير من الناس يحسبون أنها السلفية يقولون السلفية وقال السلفيون من قال من الذي حصر السلفية في سين وصاد وأنون وعين من الكذاب الأفاك الأسيم المفتري الذي ضيق حلقات السلفية بهذا التضييق السلفية منهج جلسة عبايا البسة الإنسان فيقول أنا السلف وحدي لأنه لا يوجد عبايا تانية غير العبايا التي أرتديها أنا السلفية منهج من قارب السلفية فهو سلفي وإن لم يدعي سلفية ومن ادعى السلفية ليلة نهار صباحا مساء وخالف منهج السلف فليس بسلفية فأرجو من الله أن تكون أو تكون سلفية حق بمنهج السلفية وأن نكون تبعا لحضرتك على أن نكون على هذا المنهج السديد ومن السلفية إظهار التوحيد ومحاربة الشرك ومن السلفية إظهار السنة وقمع البدعة ومن السلفية التآلف والتحابب والتواد والتآخي في الله نصرة للدين ومن السلفية الذب عن أعراض الأخيار والعمل على نصرة الدين ونصرة سنة سيد المرسلين هذه هي السلفية الحقة نسأل الله أن نكون جميعا منها وفيها وبها ومعها قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله قالوا إبراهيم أمة قال إن معاذا فقد تكون أنت الأمة وحدك إن كان الحق معك قد تكون أنت الأمة وحدك إن كان الحق معك اللهم اجعلنا جميعا على الحق وبالحق وإلى الحق يا أرحم الراحمين اللهم أمين يا رب العالمين في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عن أرضان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول البيت ثلاثمائة ثلاثمائة وستون صنما فجعل طعمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان كان زهوقا بطل الباطل بطل الباطل أمين يا رماني بوركتس قال وننزل من القرآن نقف عند الآية الكريمة لا يعني نقول من جد وجد كان عندي مدربة صلوة عربية كان يتعبنا جدا في الأعراب كان يوقف الجميع واللي بيعرب يعرب خطأ يطلعوا في الفصل لكن كان يؤنبنا جدا هذا الذي كان يبكين يعني يبكيني أنا يعني يقول ستكونون في الأرازل طبعا أعوذ بالله من المدرس الذي يعني أرازل يا سفلة وبعدين بعد كده يعني حفظت منه هذا البيت عشان أنا أرد على الجميع به قال من طلب العلا سهر الليالي حقا من طلب العلا سهر الليالي أقول من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي لا تحسب أن المجد طمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لولا المشقة لساد الناس كلهم الجد يفقر والإقدام قتال أبدا أبدا أنا أقضر برجلي رجلي أقضر بركبتي ليس كف على كف أخطأت السمع أنا أقضر بركبتي أنا في أوقات أفعل ذلك أوقذ نفسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه والله من صال الليالي بلغ المعالي بركت فيما كتبت إذن أول الفوائد من جد وجد من جد وجد أنه بالسلام عرضوا عليه الدنيا بأسرها برمتها قال والذي نفسي بيده لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه الله أكبر الله أكبر شخصية الداعي وشخصية العالم طالب علم ليس له شخصية هو كورقة في مهب الريح لهو تزين بعلمه ولا رسخ به ولا تعبد به ولا ارتقى به فكان وبالا عليه فضل الدعاء من عظيم التوحيد تحقيقه الربوبية تحقيق مقام الربوبية لا يعلو الباطل فوق الحق العاقبة للمتقين لا بأس بها أمجد أيها هذا المعنى يا أستاذ أمجد هذا اسمه السياق لابد تعقل يا أستاذ أمجد لابد عندما تقرأ تفهم ولما تفهم تعقل ولما تعقل تعرف معنى الكلام حتى الإجابة تكون مطابقة فإن لا توقعنا في خطأ شوف ماذا حدث الآن بعث إليك بما يوافق ما قلت لك صحيح طب اتفضل عندهم مكتبة لا بأس له وهو يمر ببائقة تعرض عليه تاجة كتب تراث أن يأخذ منه الكتب التراث التي بها ويأتي له بغيرها منقحة ولكن صدره فيه شيء من هذا له أن يفعل ذلك وبعدين واحد مثل هذا وعنده مكتبة هو طالب علم يترك كذا لا نامت أعين الأغنياء إن لله إنا لنعجعون هذا تاج الأمة طالب العلم لؤلؤة الأمة كيف يترك كذا يعني لله حكم أن يغفل عنه الغافلون ولا يعرفون قدره وكيف يتركونه وهكذا الله يجند له من يكفيه ما عنده الله يجند له ما يكفيه ما أدري له أنا عندي رقم لو يتواصل معي لعل الله يبقي مكتبته ويبقي ما له هو المفروض يعني أنا لو أدلل عليه في البشرية جمعاء أفعل ذلك لكن مثل ذلك مرفوع الهامة وهو سيد من سادات المسلمين طالب العلم فلعله يتواصل يعني ولعل الله يسد خلتها ولعل الله يسد خلتها اللهم جعلنا كذلك يا رب العلم نستطيع أن نسعى في ذلك نعم أفضل له الله المستعين نعم تقول إذا أراد شخص أن يعمل صدق جاريا فهل الأفضل سقيا الماء أم كتب طلبة العلم الآن سقيا الماء جاء منصص عليها وأما كتب طلبة العلم فمنصص عليهم الكتاب والسن والإجماع لأن الجهاد جهادان جهاد لسان وجهاد سنان وقد قال الله جالي فعله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فالأولى هو كتب العلم المسألة ليست مساعدة يا عبد الرحمن لأننا بكره التنطع أنت حتنرفزيني وعد خلينا يشتعل ضيقا أصلا طالب العلم لا أحد له مننا عليه ولا أحد يعني يحسب أنه يمد له يد المساعدة هذا إن كان سد الخلة تكون سد الخلة أصلا بالأخوة وهو له الفضل في ذلك لو قبل يكون له له الفضل في ذلك لا منا بحل من الأحوال خلي اعتقادك لنفسك أرجوك وخليه يكلمني على الله جالي فعلاء يجعل الأمر يسيرا ليس الأمر على ما تحسبين هذا مرفوع الهامة هذا يجب على الأمة بأسرع حمله أعوذ بالله من غباء يعني أستغفر ماذا أقول يعني كيف كيف لا ينتبه ولا التفت لمثل هذا الذي الدين بأسر مرهون به الشريعة بأسر مرهون بهم اللهم أغنيهم وكفيهم يا رب العمين اللهم أغنيهم وكفيهم يا رب العمين اللهم أغنيهم وكفيهم يا رب العمين من إن شغل بالله كفاء الله كل الهموم يا أم عبد الرحمن أنا كنت أنام على الرصيف بلا مبالغة أسوي الحديقة يا سلام على هذه الخضرة الجميلة وأنام الشكال أنني كنت أبرد كثيرا حتى في الحر لابد من غطاء أتغطى به فكنت عارف حضرتك أذب إلى الجمعة أتغطى بالكتب الكتب هي أستغفر الله بالتختة بالطولة هي أدم طولة تكون غطائي المسألة طالب العلم لا يشينه شيء لا ينقصه شيء طالب العلم مرفوع الهام كنت كذلك وكنت أنام على الرصيف وهو معروف وكنت ولد يعني طالب علم معي في نفس الجامعة كان هو يعتبر يعني ماذا أقول ابن يعني مش علية القوم أعلى عليه علية القوم تصريحا لا تلميحة شيخ كبير له قصور فكان دايما هو يعني أخذني من بالسيارة كان ينقلني بسياراته يعني كان السياراته اللي هو الدلاب الدلاب الذي يحمل لي ما كان عندي من أغراض ولا أغراض فقط كتيبات وكنت أذهب إلى المكتبات يعني أحاول أذاكر وكان يعني 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 يلف بي يعني هو نفسه سبحان الله كان يعني أو الله أنا أتكلم هنا على فضل الله الله كان أوزع في قلبي حبي هو إلى الآن هو كان أيضا هو طبعا لمكاناته بعد ما اتخرج وأنا الحمد لله كنت ما زلت في الطلب وأدرس وبعدين عرض علينا نعم مجلسي الوكترا أرجعت أرجعت حتى أقحمني إلا فيه يعني ما أدري اللي ما وأنا كنت رافد جدا هذا الباب لكني يظهر أنني دعوت دعوة معينة فوجدتها تأخرت فعلمت أن الله أراد أن يخبئها بهذا فالغرض المقصود والحمد لله أمن الله عليها منها الكثير لكن الشاهد بعدما استلم القضاء كانت تعرض عليه القضايا فلا يبت فيها صباحا سيبت لا يبت فيها حتى يراجعني فيها سأقول شيئا فهمي بقى الآن أما عبد الرحمن عشان أنت أشعلتي الحدة في راسي واحتمليني لكن سأسكت من أجل فضلك ولأنك من أهل القرآن فكنت أنا معه في السيارة وأنا أنا مع الرصيف وأنام في الحديقة وهو يعلم ذلك حتى أنه يعني أراد يعني أن يتحفني بشيء وأنا يعني أقب عليه ليس ترفعا لكن أنا نظري كان لا يعلو لشيء واحد أنا واقف نظري كان في السماء يتلألأ هدف لا أريد غيره ففي ذات مرة عمه عمه هذا كان طالب علم قوي وكان يحب جدا شيخنا شيخ أصحاق وهو سامع بي من دكاترة الجمعة فقال أنا أريد مقابلة الرجل طبع عمه هذا كان في مكانة مرموقة جدا جدا لما جلس معي وجدت الرجل يعني بيبكي وبقبل بين عيني وبعدين ما تركني أنا لا أستحي من أن أقول ذلك لما مشى ترك لي هدية مع الرجل مال مال كثير جدا وأنا أصلا ما أعرفه أنا إلى الآن عشان تعفامي يعني والله وبالله وطلع أمشي في الشوارع لا أحمل مالا ولا أعرف أعد مالا يعني ما أعرفش أنا أعد المال يعني أنا ما أعرفش كامده ليس لي ما أعرفه إلى الآن إلى الآن فهو ترك لي فالولد يعني ليس استكسر المال لأنه مصلا عندهم المال لا يعد فالإشكال أن أن الولد أراد أن يبلغني سلامه وقال للولد عمي تأثر بي جدا هو ما أدري إيش اللي جاله لأن المفروض إحنا طبقة واحدة فيبقى أنا كأن الرجل عمه ينظر لنا سواسية الرجل بجلني جدا ما أدري لما لكن هي أنا عارف أنها من الله أنا كنت أدعو دعاء وبقى سبحان الله ما من دكتور يعني قرأت عليه إلا وخلص يعني أراد أن يتبناني إن صح التعبير التبني أعلى مما يكون فالرجل ترك هذا المال فده الولد الثاني أعطاني المال بعلوم يعني أراد يعطيني المال بعلوم فهو فوجئ مفاجأة أعظم مما تكون فطبعا أنا سببته وأنا بقى عندما يأتيني غبائي والجنون يطلع صعيدة نفسهم ما عفوش يحتمل سببته ما سبى طبعا هو بكى وقلت له القصور ما هو طبعا بقى جبته له على بلاطة في الكل قلت له لا تسوي إذفري ما منحني الله إياه لو اجتمع من بأقطارها لا يسوون عندي فلسن واحدة امشي من هنا ما أريد أراك وطبعا بالنسبة له من شيء من هنا دي ده هو يستطيع يجعلني أشوف أشعة الشمس بتخرج منين لكن طبعا هو بكى ومشى وتعتعجى مع أني يعني كما قلت مع أني أنا أصلا المفروض من أضعف خلق الله ومن أفقر خلق الله والمسألة أنا ماشي بالشوارع ساعات ببكي وأنظر في السماء لأن أنا كنت أكبر أخواتي وأنا في الجامعة أبويا أمي ماتوا الاثنين واربعت وأنا صفروني عشان أنا أحمل أخواتي أكون أنا العائلة الوحيد لهم وأنا سبت كل حاجة وبخيت في الكتب لغاية بقى طبعا أنا انفطر قلبي من البكاء ساجدا وقلت هل ضيعت من أعول هل ضيعت من أعول الله جعل في علاء ما حملني شيئا ولا حتى تحملنا شيئا في الزجاج بأسريها ولا في أي شيء ولو حدستك بما أنطر الله علي من فضل لقلت لي أنت تستحق ضرب النعال لأنك لم تشكر لبك على ما منحك وأعطاك فتفهمي وتعلمي طالب العلم عزيز في نفسه طبعا هناك بعض الأخوات يزعلون مني جدا عندما أشتد لأنهم سمحون يعني لهم طلبة علم ولا لهم شخصية طلبة علم لأنه مهما يكون طالب العلم متواضعا إلى التراب لكنه لابد أن يكون عزيزا في نفسه لا يرضى للخسيس أن يتعالى عليه لسيما أن كان خسيس دريء النفس ده لازم يموت يغتل حتى يعلم قدره والله العظيم هذا الأمر ليس مع الأحد مع الأكابر أنا فعلت ذلك طالب العلم لابد أن يكون شامخ رأسه في السماء مهما مهما يكون متواضعا لا يهدر حق من أنعم عليه لأن الله يحب أن يراك أن تعلم أين وضعك لأن قدر ما تعلم أين وضعك كيفما ستشكر فلابد أن تفهم ذلك هذه مسألة ولذلك هم طبعا يعني أصلا إن فتحوني بأيلمه أنا بقول ذلك ولذلك كان بعض العقارب والحيات يعني يحبون أن ينفثوا السم فخلاص بتبقى عليهم وعلى قرياتهم جميعا وأنا لا أتحاشى شيئا لأنه يعني الحمد لله أنا أصلا نظري في السماء مش في الأرض يعني أنا نظري أصالة في السماء ليس في الأرض يعلم الله جل في علاه ربي أحفظك من كل سوء لكن أنا شدتي يعلم ربي إن وجدت نفسي ظالما أتراجع وقبل الرجل لليد لكن إن كان على حق أنا لا أتوانى لا أتوانى لا أتوانى لا أتوانى أبدا وأنا أتمثل في البيت ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين شوفوا تعقب عجيب أنت لما تنزعش تقصو كثير نعم أنا أوافق ولا أعرض أوافق ولا أعرض ولا أعرض يبقى إذن العيب ليس عليها على من يزعجني وأنا لا أزعج أحدا ولو أزعشت فقط بلطف إشارة ممن أزعشته أقسم بالله أسير عبدا له وربي أسير عبدا له طيب خلاص أنا أوافق لا أعرض لا أعرض لكن لكن يعني لو أنا أنا الذي ابتدأت الإذعاج أرجو إشارة واحدة وترون يعلم ربي وأنا يعني لا أربع بنفسي ولا أنا أقول معصوم أني والله ذنوبي بلغت عناني السماء لكن هكذا خلقني ربي شوفوا أنا طول عمري هكذا حتى في اللعب أنا ما في لعبة في رأسكم سامحوني تلعب رياضة يعني إلا بلغت المنتهى فيها بلغت المنتهى فيها الله يرضى عنك الله يحفظك من كل سوء فأنا أصلا ما أحب أن يعلوني أحد هكذا ما أحب أن يعلوني أحد ثم بعد ذلك إن وجدت أن يعني أستغفر الله سأقول شيئا اللهم يلهمني الإخلاص إن وجدت أنني لأنني لا أهدأ حتى أنظر من أمامي إلى ما وصل إن وجدت أن الله أوصلني إلى المعالي التي أريدها أبقى في الأرض لكن لكن أبقى في الأرض مع محفور في قلبي وصدري من أنت وكيف أنت حتى لا أزداري نعمة الله علي هكذا كشفت لكم كل شيء فسامحوني أعتذر أنه جرني الكلام إلى ذلك فسامحوني سامحوني أعتذر لكم لكني أمقط الخصة ودناءة النفس أمقطها لسيما لو كانتنا الكبار أنا والله العظيم أكتم في نفسي ما الله يعلمه ممن كنت أحسبه نبيلا ولا أجد منه نبلا كثير من من أحسبهم من النبلاء وأعدهم من أول نظري أعدهم من النبلاء ثم أجد خبيس النفس أو خسيس النفس هذا يحطمني ولما يحطمني بضرب ضربة من حديد صراحة فأعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر وأنا أرجو عفوكم وأعلم كرمكم وأعلم أنكم من أهل الخير والبر والنبل فأرجو عفوكم جميعا فسامحوني رب يحفظكم من كل سوء أمتى يا أم عبد الرحمن افهمي وتفهمي طالب العلم ذهب خالص حقه على الأمة أعلى مما تتصورين أنا أبي تأبكي لو طالب العلم في حاجة ولا تسد أو هو يتمندل به الأراضل أما علمت أنت عن ما كان يفعله ابن المبارك أرأيتي ما كان يتاجل للتجارة ولا للدنيا بل قال ليكفي أربعهم سادة الناس مالك وابن عيينة وابن عليا والربع إلى الآن لا أدري لي ما أنساه المهم هؤلاء سادات الناس كان يتاجر من أجل هؤلاء حفظكم ربي وجزاكم كل خيس وأحسن أليكم وأعتذروا أعتذروا أعتذروا ربي أحفظكم جميعا